لم يكتب كثير من الناس عن الإرجاء والإرجاء يقع فيه الناس ربما عفواً هكذا بحيث أنهم لا يقيمون للعمل أي قيمة وأي ميزان ويصبحون هكذا مؤمنين كما يشاءون لا يلتزمون بشيء مؤمنون ويسكرون مؤمنون وينافقون مؤمنون ويزنون مؤمنون ويكذبون مؤمنون ويتعاطون الربا إلى غل ذلك وهم مع ذلك يجدون من يقول لهم أنتم على الإيمان إذن الشرط الأول أو المنطلق الأول هو هذه القضية قضية احتساب العمل في تركيبة الإيمان